طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريدة الجمهورية والزميلة العزيزة مريم سميح اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع وكمان حيكون لها لقاء مع الأستاذ حسام الغربوي النقد الرياضي بجريدة الجمهورية صباح الفل عليك وصباح الفل على ضيفك الكريم تفضلي سمعينك صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك يا نهواندو بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وتتجدد جولتنا الصحفية من داخل مقر جريدة الجمهورية خلينا الأول نستعرض العنوين إن شاء الله هننقشها خلال هذه الجولة مع الناقد الرياضي الأستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية العنوان الأول من جريدة المساء الأهلي والإسماعيلي كلاسي كوناري ومن اليوم السابع إجراء قرعة كأس مصر لليد اليوم ومن روسيا اليوم هل حسم صلاح مصير الكرة الذهباء في الرمق الأخير بعد ثلاثية التاريخية وأخيرا من صحيفة الشرق الأوسط المباراة أمام تاتنا فرصة أخيرة لسولشاير ليبقى مدربا ليونيتد طبعا هنتناقش في كل هذه العنوين مع ضفنا العزيزة الأستاذ حسام الغربوي بجريدة الجمهورية طيب أستاذ حسام خلينا نبدأ طبعا الأهلي والإسماعيلي النهاردة يمكن مباراة الأهلي والإسماعيلي دايما بيبقى ليها طابع خاص يمكن يعني ما نقدرش نتكلم عليها غير أن هي بتبقى مباراة أيضا قمة يعني يمكن كمان الأهلي داخل بمعنويات تمرتفعة بعد طبعا التأهل دور المجموعات بدور لأبطال إفريقيا شايف المباراة النهاردة إزاي؟ طبعا المباراة تبقى قوية جدا خاصة أنها في المرحلة الأولى من الدوري وأكيد الفريقين بيحتاجوا لدفعة قوية في جدل الدوري بحيث أن هم كل فريق بعايز يحصل على الثلاث نقاط ولكن طبعا رغم قوة المباراة وتاريخهم بعد الأهلي والزمالك بتبقى من أقوى المباريات فبنلاقي طبعا تاريخ الأهلي بيتفوق بصراحة كتير عن الإسماعيلي فمسلا هم فيه مواجهات معاكرهم 175 مواجهة تفوق فيهم الأهلي ب65 مواجهة مقابل 22 إلى جانب يعني إحنا بنلاقي حتى الأهلي حقق كتير من المباراة المتميزة حتى إحنا في خلال أواخر الخمسينيات الأهلي قدر يتغلب على الإسماعيلي بثمان أهداف منهم الكابتن راحل صالح سليم أحرى سبع أهداف وفي 2004-2005 كانت برضو مباراة قوية تغلبها الأهلي بسبع أهداف فطبعا ده يدل أن قوة هذه المباراة ما بين الأهلي والإسماعيلي وإن شاء الله إحنا نشوف مباراة قوية هو ده اللي أنا أتوقعه خاصة أن إسماعيلي هيحاول طبعا يرد بك والأهلي عايزة يحافظ على عرش فنتمنى إن شاء الله مباراة قوية إن شاء الله إن شاء الله طيب النهاردة يعني إجراء قرأة كأس مصر بحضور ممثلي الأندية يعني في المقار الجديد للاتحاد شايف البطولة ممكن تكون إزاي في الموسم الجديد طبعا إن شاء الله البطولة هتبقى مشارك فيها 18 نادي إن شاء الله بإذن الله هتبقى مين مجموعة واحدة هنحاول إن شاء الله أن يستة يصعدوا ليه المنافسة من دورتين بحيث أن هم يختاروا الأربعة اللي هم في الآخر هنفسوا على اللقب والـ 12 بيين هيبقوا من مجموعتين بحيث أن هم يحددوا الهابط إلى جانب طبعا المرتبط فنتمنى طبعا أنها تبقى مسابقة قوية جدا لأن كل ده بيصب في صالح منتخب مصر لأن طبعا إحنا بنختار عناصر قوية خاصة بعد منتخب مصر من أقوى المنتخبات على مستوى العالم فإن شاء الله نتمنى بإذن الله للاتحاد الموجود إن شاء الله التوفيق وجميع الفرق بإذن الله إن شاء الله يمكن العنوان التالت بتتكلم عن صلاح ومصيره في الكرة الذهبية اللي هتقام إن شاء الله يوم 29 نوفمبر المقبل يمكن جميع الصحفيين انتظروا حتى مباريات يوم الأحد تنتهي وطبعا شفنا صلاح أدى فيها أداء كبير بعد الهاترك أمام منشستر يونايتد يعني عايزين نتكلم هل إن صلاح فعلا ممكن يقدر أنه هو يفوز بالكرة الذهبية أمام النجوم الكبار عندنا كريستيان وعندنا ماسي يعني بنزمة فيه نجوم كبار أمام صلاح طبعا محمد صلاح يعني هو يستحق الجزء ولكن طبعا بتبقى فيه اعتبارات تعني محمد صلاح هو طبعا بيتصدر الهدفين بعشر أهدف في الموسم الحالي هو من أقوى اللاعبين العرب والأفارقة اللي هما انضموا لفريق إنجليزي حقق معه مثلا أنه هو بقى قوي بشكل في وسط الدوري بالله أنه هو الآخر مباراة مع منشستر يونايتد خمسة صفر كان هو اللي بيقودها أول لاعب أنه هو بحقق الهاترك ما حصلتش قبل كده بالله أنه هو محقق ما يقرب من 32 هدف في البطولة كلها محقق 107 هدف متفاوكا على ديديك دروكبة ده يؤكد أنه أحقيته ولكن طبعا في بعض الاعتباراتنا ويقولوا مثلا أن هذا العام في الدوري الأوروبا أنه ما حققش اللقب وخرج من الربع النهية ولكن طبعا هو كلاعب يستحق لأنه حقق كتير قوي مع ليفربول ونتمنى له التوفيق إن شاء الله وهو أحق بها أخيرا عايزين نتكلم يعني مباراة توتنام يمكن عايزين نتكلم أن سولشاير في موقف لا يحسد عليه ناس كتير كلمت في الوسط الكروي أنه هو يمكن يكون كان رحيله قريب جدا خاصة بعد النتيجة طبعا الموذلة أمام طبعا ليفربول مباراة توتنام ممكن إزاي سولشاير يعني يعدي فيها أو يكون في فرصة أنه هو يعني يستمر كمدرب لمنشاست شيء طبيعي أنه هو هما مش مدين الفرصة بس وفي ثلاث فرص يعني ما بين توتنهام وأطلنطا ومنشاستر سيتي القادم دي تعتبر باكتش كده أنه ما ينفعش أنه يخسر فيهم وهو المفروض طبعا أنه هو يقدر معاه عنده عناصر قوية جدا يعني أفضل مدافع في العالم فران من المنتخب الفرنسي من ريال مدريد انضم للفرق إلى جانب كريستيان ورونالدو فهو عنده أقوى عناصر في الدفاع وأقوى عناصر في الهجوم فطبعا لو ما قدرش أنه يستغل ده طبعا هم أكيد أنه هم هيفكروا في مدربين آخرين وإن كان هم ابتدوا من دلوقتي يفكروا مثلا على سبيل مثلا كونتي وزيني الدين زيدان بحيث أنه يبقى في مقدمة المدربين فطبعا هو طبعا وفكره وخاصة أنه بقاله ثلاث سنين فقاله هو قدرته على اللي هو استغلال العناصر اللي عنده بحيث أنه يفوز بالثلاث مبارات أو لا فهذه هتتوقف على المورات اللي هنشوفها إن شاء الله بشكرك جدا أستاذ حسام نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النادي الأهلي ده طبعا كان حوارنا وتحليلاتنا لكل العنوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر جارت الجمهورية بشكركم جدا نكلم عليكم مرة أخرى شكرا لك إزماريتنا العزيزة مريم سميح وكل شكر ضيطي لأستاذ حسام الغرباوي وطبعا الشكر برضو موصول إزماريتنا العزيزة من إبراهيم المنضمة لنا النهاردة في أول يوم لها تقريبا كده برضو صحيح نور تحليح